في إطار تدسيد برنامج الانعاش الاقتصادية الذي بادر به رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفريق القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث صناعة الوطنية وحرصا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير الصناعات العسكرية بما يساهم في تدعيم التنمية الوطنية ويعزز قدرتها تم اليوم بمقر وزارة الدفاع الوطني تم إمضاء بروتوكول اتفاق شراكة صناعية وتجارية بين وزارة الدفاع الوطني ومجموعة ليوناردو في الميكانيكا الإيطالية يتضمن إنتاج حوامات من علامة أوغوستا واسلوند بموقع نارنات بولاية الصيف واتفق الطرفان ابتداء من هذا العام على إنشاء شركة مختلطة جزائرية إيطالية تعنى بإنتاج حوامات خفيفة ومتوسطة وهذا بالموقع الصناعي لعنرنات وتم تحديد الهدف الأساس لهذا ابتداء من السنوات الأولى وبعد عملية قامة منشآتها بإنتاج ثلاثة أنواع من الحوامات الخفيفة والمتوسطة متعددة لاستعمالات منها الموجهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبة كما ستتوفر هذه الشركة اعتبارا من انطلاقها على شبكة توزيع محلية ودولية ومصلحة ما بعد البيع تتضمن مختلف مستويات التصليح فيما ستحوز في النهاية ستحوز على منظومة تكوين وتأهيل موجهة لاحتياجاتها الخاصة ولفائدة زبائنها هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الصناعي يساهم حتما على المستوى الوطني يساهم في دعم النشاطات ذات الصلاة بتكنولوجيا العالية في مجال المواد المدمجة والميكانيكا الدقيقة والإلكترونيك والإلكترو بصريات ترجمة نانسي قنقر